بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة في بارت سيكس من شابتر سيفن سويل السيبوليزيشن ميسودز هنتكلم على نوع آخر من الفيزيكال السيبوليزيشن اللي هو لايم السيبوليزيشن لو نذكر مع بعض في الحلقات السابقة تحدثنا عن أنواع السويل السيبوليزيشن وأننا عندنا فيه سيرفاس سيبوليزيشن وفيه ground improvement وبدأينا نتكلم فيه السيرفاس سيبوليزيشن نتكلمنا فيه الميكانيكال سيبوليزيشن وبعد ندخلنا في الفيزيكال وتحدثنا عن السيمنت سيبوليزيشن النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الليم سيبوليزيشن وأنواع الليم اللي موجودة في السوء فمنقول سايل الليم has been widely used as a modifier or pender استخدام طبعا الليم بقى يشتغل أو بقى يستخدم على نطاق واسع دلوقتي لتزبيت السويل أو تحسين خواص صحر يعني ما بقى عندي طربة البلاستيستي بتاعتها عالية قوي لو إحنا استخدمنا السويل الليم هيبتدي يحسن من البلاستيستي بتاعتها أو خواص اللي دون بتاعتها يعني ساعات بردك بيتحط في الخلطات مع مين مع الجرانيو والإيه سويل أو التربة الإيه اللي هي زي السند أو السلتي سند أو خلاف ودي نقطة مهمة جدا طربة الانتفاشية ديت طبعا طربة زي ما انتو تعلمتو هي طربة ذات مشاكل ايه مشاكل الـ Expansive Soil أو ساعت بيسموها Swelling Soils طربة دي طربة تعتبر مقاومتها عالية جدا وبتبقى سخرية إلى حد ما لكن لو انت جبت لها شوية مية مشكلتها ان هي بتنتفش وحجمها بيزيد وبتسبب انهيارات وشروق لمباني كثيرة وانما خدنا السويل ديت وعملنا لها التغارب بتاعتها لقينا ان الطربة بتاعت Swelling Soil High Plasticity Index لشان كده Lime Stabilization من الطرق المؤثرة في علاج الـ Expansive Soils When lime reacts with soil يعني لما بيحصل تفاعل ما بين الجير وما بين الطربة There is exchange of cations in the absorbed water layer يعني بيحصل تبادل للكاتيونات في مين؟ في الطبقة المية الممتصة And ده بيؤدي لإيه؟ Decrease in plasticity of the soil يعني بيحدث نقص في اللدونة الخاصة بمين؟ بالسويل وده اللي احنا عايزينه لو البلاستيس يقلد الطربة هتبقى أفضل بنقول The resulting material is more variable than the original clay طبعا الكلي ده ما يعتبرش ماله الحبيبات بتاعته حبيبات مالها صغيرة جدا والبلاستيس عالية جدا لما أنا حط معاها lime بيديني مادة فيها حبيبات شوية And this is therefore more suitable as subgrade يعني أنا ممكن أشغالها زي ما أنت شايف في subgrade للطرق نقطة التانية اللي عايزين نتكلم عليها إيه هي أنواع اللايم اللي موجودة في السوم There are basically five types of lime يعني عندي خمس أنواع من اللايم في high calcium يعني lime أو جير فيه كالسيوم عالي اللي هو بيسموه quick lime C-A-O Oxidal A الكالسيوم وفي hydrated بردك الhydrated ده يعتبر إيه high calcium بردك lime ولكن يعتبر hydrated يعني مموه C-A-O-H-2 في طبعا dolmite lime اللي هو C-A-O مع M-G-O وفي normal normal lime ده hydrated dolmite lime C-A-O-H-2 مع M-G-O وفي طبعا pressure مش normal pressure hydrated dolmite lime وده اللي هو C-A-O-H-2 M-G-O-H-2 طبعا الquick lime is more effective يبقى أنا أول نوع أفقر فيه في soil lime stabilization الquick lime more effective than hydrated lime but خلي بالك the letter is more safe and convention to hand صعب أننا جيب الquick lime دوت بيعمل مشاكل وممكن يبقى أنصيف لبعض الأفراد ويعمل لهم مشاكل فاحنا ممكن نستخدم hydrated lime lime عشان سهل التداول generally hydrated lime is huge يبقى غالبا اللي بنستخدمه hydrated lime مع العلم أنه مش effective أو زي quick lime which is also known سعاد بيسموه السlagged lime the higher the magnesium content of the lime طبعا زي ما أنت شايف في محتوى الماغنيسيوم هنا لما محتوى الماغنيسيوم دوت بيزيد the less is the affinity for water اكتزاب المية and the less is the heat generated during mixing خلي بالك الليم لو أنت جبته وضعت عليه مية بتبتدي تنطلق حرارة عالية لما يبقى عندي ماغنيسيوم وماغنيسيوم نسبته عالية بتقلل لي الحرارة الطلع من تفاعل الليم مع المية the amount of lime required varies يعني كمية الليم اللي احنا عايزينها عشان نبتدي نعمل بتتراوح ما بين 2 لحد 10% من وزن الصويل شكرا شكرا شكرا